ضمن خطط الرئيس التونسي قيس سعيد نحو بناء مشهد سياسي جديد في البلاد انطلق الحوار الوطني تحت إشراف رئيس الهيئة الاستشارية الصادق بالعيد وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية وممثل المنظمات الوطنية اخترنا المشاركة في هذا الحوار لأننا نعتقد أن تونس لا بديلة لديها اليوم سوى انجاح مصار 25 جوليا مصار 25 جوليا كان قطوة مهمة وضرورية لإنقاذ تونس من الأوضاع التي تردت فيها استحال الإصلاح من داخل المنظومة وفي أولى جلسات الحوار الوطني تم البحث في برنامج عمل اللجنة الاستشارية لشؤون الاقتصادية والاجتماعية كما قدم الحضور مقترحاتهم للأربعين سنة القادمة كانت جلسة ترتيبية ومنهجية حددت طريقة العمل تم الاتفاق على أن تتولى اللجنة الأولى التي حذرنا فيها سياغة الرؤية الاقتصادية والاجتماعية التي ينبغي أن يتم سياغتها داخل الدستور ثم هناك لجنة أخرى قانونية ستجتمع يوم الغد لسياغة الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيم السلطات والحقوق والحريات ويذكر أن الهيئة الاستشارية تطلع بمهمة إعداد دستور جديد للبلاد يستجيب لتطلعات الشعب التونسي وسيقدم التقرير إلى الرئيس في أجل أقصاه 20 يوليو الجارية بكتابة الدستور الجديد والحوار الوطني يضع الرئيس التونسي قيس سعيد أسس مشروعه السياسي الجديد الذي أسماه الجمهورية الجديدة لتلفزيون فلسطين حيات بن هلال تونس شكرا